بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشتر المرسلين نبدأ اليوم في شابتر 2 Static of Particle في اللكتشر 2-1 نشوف الintroduction Resultant of Two Force والvectors الهدف من هذا الشابتر وندرس تأثير مجموعة قوة على جسين أو Particle نستعد بقوة متعددة Multiple Force تؤثر على Particle بقوة واحدة مكافئة أو محصلة لهذه القوة ندرس العلاقة فيما بين Force Acting on a Particle في حالة التوازن Particle لا تعني أن الجسين صغير جدا وإنما تعني أن الحجم تبعه والشكل تبعه أنه ما لهم أي تأثير بحيث أنه كل القوى المؤثرة على هذا الجسم نفترض أنها تؤثر في نفس النقطة وحصلت قوتين أولاً إيش هي الفورس إيش معناها؟ Action of one body one another تأثير جسم على آخر تميز بإيش؟ Point of application نبط التأثير magnitude المقدار 10 bound 10 newton line of action خط التأثير اللي هو موجود عنده هنا بخط متقطع أو والاتجاه اللي هو موجود عنده هنا بهذا الاتجاه اتجاه القوة المحصلة قوتين وجدها تجريبياً أنه إذا كان عندي مركبة قوتين ممكن أن يمثل عنها بإيش؟ بقوة واحدة عنده هنا P وعنده Q يمكن أن نمثل عنها بالآن محصلة هذه القوة هي مكافئة لإيش؟ لدياغون القطر إيش؟ هذا القطر قطر اللي هو متوازي أضلع زي ما نشايفين which contain اللي يحوي قوتين عندهم adjacent legs إيش؟ يعني أنه بعد آت من نفس النقطة يعني الثلاثين في هذه النقطة الفورس هي بالحقيقة متجه أشو المتجه؟ هو الـ parameter اللي يمتلك magnitude وdirection ويمكن أن نضيف نجمعهم بطريقة الparallogram low الparallogram low اللي موجودة عندي هنا ال-P هذي موازية لهذا الخط وال-Q موازية لهذا الخط كمل يجيك متوازية أضلع ال-diagonal تبعه هو ال-P plus Q مثال على الفكتور الانتقال من نقطة الانتقال من نقطة هو متجه لأنه اتجاه الانتقال مهم وال-Acceleration التسارع وسرع أشي يعني ال-Scalar والparameter اللي يمتلك magnitude but not direction لاحظوا هنا عندي direction but هنا ما عندي direction مثال الكتلة الحجم ودرجة الحرار equal vectors متجهات المتساوية هي المتجهات اللي لها نفس المقدار وليها نفس الاتجاه negative vector هو المتجه اللي ليه نفس المقدار مع المتجه الثاني لكنه مخالف له في الاتجاه هذا المتجه في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه الاتجاه المضادل opposite direction السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة